النقطة برضو أما بتفرق من بدري بعدد نقاط يعني اللي فرق معاك السنتين اللي فاتوا إيه أنت بطولة أفريقيا أول ما بتستمر فيها وبتوصل قبل النهاي والنهاي بتجي ترجع على المطشط المؤجلة بالنسبة لك بترجع تعادل في تعادل تعادل أنت بتخسر بطولة من هنا فأظن أنه ده صعب الموقف ده يحصل ثالث سنة لسبب واحد أنت قلت نقطة مهمة موضوعا اللعيبة رايحت دي نقطة يعني فأنا بحيث ساحة بأداءهم نقطة فاصلة بشكل كبير جدا فرق جدا لأن أنت اللعيب هو يعني أنت لو شفتوا مستويات اللعيبة أنا أضرب لك مثلا بعلي معلول بعلي معلول لو فرق شاسع لو السنة مكملة يعني النهاردة أنت قلت خبر أعتزاله اللعب الدولي أتمنى يبقى الخبر ده صح بنسبة 100% هيفيده جدا هيفيده جدا في مطشط مع النادي هيبقى بكل كووته الكلام ده تخرج من الإزاعة التونسية آه هيبقى بكل كووته طول السنة موجود بشكل كويس عادي المطشيات ممكن مطشي رايح في وسط 3-4 مطشيات أمور عادية أنه موضوع كل توقف دولي أروح ألعب مطشيات مع المنتخب وارجع أكمل مع النادي مع السن ده لا أنا شايفها تبقى صعبة جدا فأن أنت تاخد الكرده فعلا يبقى لعيب زكي وعارف أنه هو ده هيدي له استمرارية 3-4 مواسم مع النادي فدي نقطة مهمة جدا فده المسأل اللي أنا أضرب لك بعالي معلوم أنه مريح الموضوع فرق معه بشكل كويس جدا فرق مع موظم اللعيب فرق مع السنية مش هم دول مع حمدي فتحي مع الشناوي وده الشناوي وده الشناوي وده الشناوي تعالسان الفريط أخياني أنت زهنيا اللعيبك هتمجادة بشكل كبير جدا أنت شهادتك مجروحة أنا ما ألم ليش ده أهد شهادتك مجروحة لا مش مجروحة مش مجروحة أنا قلت الفروقات قريبة ما بكلمش على الشناوي في حاجة طبعا ما حد مش قال أنه الفرق شاسع بين الشناوي أنا بكلمت في حاجة أن أنت أصي أنت كنت مصم من الشناوي قلت لك الشناوي سبب من أسباب وقوع الأهل هديك أنت قلت لا مش مختلفين بس أنا بقولت أنا مقتلن الشناوي رقم واحد كحارس مرة الفروقات مش كيف أحمد الشناوي فيش فرق كبير بس الشناوي أحمد دماغه شوية محتاجة زبط حتى مع عواد حتى مع الهاني حتى يعني فيه محراس مرمى في مصر بصراحة الفروقات قرية بس الشناوي أقصد دهو رقم واحد كتركيز وكثبات مستوى كمان وغير كده هو جول دولي بيلعب بقاله خمس سنين من 2018 بتتكلم هو الأساس المنتخب مصر بقاله فترة كبيرة فدي برضو فرق معه طبعا فرق معه طبعا طب قبل برجع تاني الكاس العالم اتفاجئت بموضوع إقالة كابتن إهاب جلال وكمان إقالة كابتن خالد جلال يعني كو أي حد اسمه جلال الاسبوع ده في الدور مش لي هلا جلال لا هو عيكوال حد يعني ما كسبه جلال ما فجبتش أنا كنت عارف إقالة من بعد المطش اللي فات من الأجواء اللي أنا شايفها عشان أنا لعبت في المصري وعارف الجمهور وشايف نبض الجمهور على السوشيال ميديا لحي طيب بطلع ما تشايف هو ملحقش بس هو هم الناس شايفة من معاه فرقة كويسة وكابتن إهاب جلال مصمم على حاجة والناس بيتنادي يعني الجمهور المصري بينادي بينادي للأستاذ كامل أبو علي اللي هو يغير قولوا له برضو يعني ان هو أنت آه عملت لنا كل حاجة بس ممكن تكون غلطت في حاجة ممكن تتراجع عنها فالناس ضغطت في الحاجة